كيف نرى الألوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحياكم الله بحلقة اليوم اللي رح نتكلم فيها عن الألوان وكيف نرى الألوان إذا كانت هذه أول مرة بتشاهد فيها القناة ففضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد بداية وحتى تقدر تجاوب عن السؤال يجب عليك صديقي أن تعرف ما هو الطيف الكهرومغناطيسي الطيف الكهرومغناطيسي هو النطاق الكامل للضوء الموجود في الكون بدءا من السديم المظلم حتى النجوم المتفجرة ولولا هذا الطيف لم استطعنا معرفة الكون اللي احنا جزئ منه والطيف الكهرومغناطيسي هاد يصف جميع الأطوال الموجية للضوء على اعتبار أن الضوء له سلوك موجي أكبر الأطوال الموجية في هذا الطيف هي موجات الراديو اللي بنستخدمها للبث التلفزيوني والإذاعي وأقصرها طول موجي هي أشعة جاما وهي الأشعة التي تصدر عن الانفجارات النووية بينهم توجد عدة أطوال موجية مثل الأشعة الميكروية أو ما تعرف بأشعة الميكرو ويف والأشعة تحت الحمراء آي آر والأشعة فوق البنفسجية اليو في وأشعة الإكس راي أو ما تعرف باسم الأشعة السينية المستخدمة في تصوير العظام وبينهم في الوسط يوجد حيص ضيق من الأطوال الموجية ليسمى الطيف المرئي الفيزيبل ويفز وحاليا بتسأل نفسك شو علاقة هالكلام بالإجابة عن السؤال إذا سألت نفسك هذا السؤال فأنت ماشي صح وإذا ما سألت نفسك فبقدر أقول لك جميل جدا وتابعني لنهاية الفيديو كل أنواع الطيف المذكورة سابقا لا يستطيع البشر رؤيتها وركز لي على كلمة البشر لأنها ممكن تكون مرئية لغيرة إلا إلا مين إلا ذاك الحيز الصغير الموجود وسط الطيف فقط هذا الحيز الضيق يمكن للعين البشرية رؤيته لذلك سمي بالطيف المرئي إذا ما زلت تسأل نفسك شو علاقة هالكلام كله بموضوعنا بقدر أقول لك جميل جدا خلق الله الإنسان في أحسن تقويم ومن إعجاز الله في خلقه أن جعل عين الإنسان طبقات إحدى هذه الطبقات تسمى الشبكية وبتتكون من خلايا مستقبلة للضوء تسمى الخلايا البصرية توجد فيها بروتينات خاصة تسمى أوبسينات وهالخلايا نوعين نوع يسمى العصي وهي مسؤولة عن الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة يعني الرؤية ليلا ونوع يسمى المخاريط وهي المسؤولة عن الرؤية في ظروف الإضاءة الجيدة يعني الرؤية في النهار ومسؤولة أيضا عن رؤية الألوان رؤية الألوان تحدث بالاعتماد على التكامل الوظيفي للخلايا المخروطية وأنواع الأوبسينات الموجودة فيها فعندنا أوبسينات تستجيب للون الأحمر وأوبسينات تستجيب للون الأزرق وأوبسينات تستجيب للون الأخضر لذلك يعد البشر من الكائنات ثلاثية الألوان لحد هون جميل جدا هلأ صار بدك تسأل وباقي الألوان مثل الأصفر والبني والبنفسجي والبرتقالي وغيرها من الألوان شو وضعها كويس هون بيدخل علم الفيزياء ليفسر الموضوع الأحمر والأخضر والأزرق هلألوان الثلاثة تسمى بألوان الضوء الأساسية يعني كل لون غيرها يتكون منها متى عندما تتداخل هذه الألوان الأساسية مع بعضها البعض فمثلا تداخل الأحمر مع الأخضر يعطي اللون الأصفر وحسب نسبة التداخل بين هاللونين يعطي اللون الأصفر وتدرجاته وكذلك الأمر تداخل الأحمر مع الأزرق يعطي اللون الأرجواني وتداخل الأخضر مع الأزرق يعطي اللون السماوي هل ألوان الثلاث الأصفر والأرجواني والسماوي نحن منسميها بالألوان الثانوية للضوء طيب شو بيصير لو اداخلت الألوان الثلاث مع بعضها بالتساوي الناتج سيكون ضوء أبيض مثل ضوء الشمس هون صار بإمكاننا نجاوب عن السؤال كيف نرى الألوان المواد في الطبيعة فيها تركيبات مختلفة ومتعددة ومن خصائص هالتركيبات أنها تقوم بعملية امتصاص كل أو جزء للون وأيضا تقوم بعملية عكس كل أو جزء له اللون الذي تراه للجسم ينتج عن الألوان المنعكسة عن الجسم لتدخل إلى عينيك تستقبلها الخلايا المخروطية وترسلها للدماغ ليترجمها باللون الذي تراه فمثلا إذا سقط الضوء الأبيض على جسم وامتص اللون الأحمر وعكس اللونين الأخضر والأزرق فسنشاهد لون الجسم سماوي وبتدرجاته وإذا قام بامتصاص اللون الأخضر وعكس اللونين الأحمر والأزرق فسنشاهد اللون الأرجواني وهكذا إذا انعكست الألوان الثلاثة مع بعضها بالتساوي فسنشاهد اللون الأبيض وإذا ما كان بالتساوي فممكن نشاهد ألوان أبيض مصفر أو أبيض مخضر أو أبيض مزرق وإلى آخره الفواكه والخضار بتكتسب ألوانها من تلك المواد الموجودة فيها لتعطي للكرز واللوز والبرتقال والتفاح الألوان التي تشاهدها طيب شو بيصير لو الجسم امتص كل الألوان وما عكس شيء أبدا وقتها سيظهر لون الجسم أسود هالمواد القادرة على امتصاص لون أو لونين وعكس لون أو لونين أو عدة ألوان نحن منسميها بالأصبغة والأصبغة هي مواد بتركيبات معينة تقوم بعملية اختزال للضوء شو يعني اختزال للضوء؟ يعني هي مواد تقوم بامتصاص لون أو أكثر وتعكس لون أو أكثر الأصبغة في إلها ثلاثة ألوان أساسية اللي هي نفسها الألوان الثانوية للضوء يعني الأصفر والأرجواني والسماوي والسبب لأنها بتمتص لون وبتعكس لونين أما الأصبغة الحمراء والخضراء والزرقاء فتسمى بالأصبغة الثانوية اللي هي نفسها كانت ألوان أساسية للضوء والسبب لأنها بتمتص لونين وبتعكس لون واحد فقط والأصبغة نوعين ممكن تكون أصبغة عضوية تستخدم لصباغ المواد العضوية مثل الأنسجة والأقمشة والأطعمة أو تكون أصبغة لا عضوية تستخدم لصباغ المواد اللاعضوية مثل الأصبغة المستخدمة في صناعة الدهانات وألوان الطابعة إذا سقط الضوء الأبيض على جسم لونه أحمر فإنه سينتص كل الألوان ويعكس الأحمر فنراه أحمر وإذا سقط الضوء الأبيض على جسم لونه أصفر فإنه سينتص الأزرق ويعكس الأحمر والأخضر فنراه أصفر حتى الآن اتعرفنا كيف نرى ألوان الأجسام عندما يسقط عليها ضوء أبيض ماذا لو سقط ضوء بلون آخر على الجسم مثلا لو سقط ضوء أحمر على جسم مصبوغ بالأحمر سنراه أحمر لأنه سيعكس الأحمر فقط لكن لو سقط ضوء أحمر على جسم مصبوغ بالأزرق سنراه أسود لأنه لا ينعكس منه أي لون وبهالطريقة بنقدر نتحكم بطبيعة المنظر اللي حابين يظهر عليه سواء في الصور أو في التصاميم معينة وهذا كله نحن منسميه أو يعرف باسم هندست الإضاءة إن شاء الله أكون قدمت محتوى مفيد واستفدت منه إذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسى تدعمنا بلايك بفيد القناة كثير واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد بدنا نوصل للألف مشترك بأقرب فترة ممكنة أراءكم وإقتراحاتكم وتعليقاتكم مرحب بها في القناة أو على صفحتي في الفيسبوك شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته